يوم من الأيام السفير الأمريكي كنت في الكويت في الثمانينات على أيام ما أنور السادات كان في رئيس الجمهورية يقول لي السفير الأمريكي نالسون روكفلر بده يقابلك أنا صرت أضحى نالسون روكفلر يقابل طلال أبو هزالي شو مصخرة هاي نالسون روكفلر كان وقتها نائب رئيس الجمهورية الأمريكية ورئيس الحزب الجمهوري وحاكم نيويورك دي قابل طلال أبو هزالي قلت له أنا يمكن في خطأ بالاسم قال لي لا احنا متأكدين امتى مسافر على نيويورك مشان أرتب لك موعد قلت له بكرة أعمل لي الموعد وأنا باخد أول طيارة أنا بسحلي أقابل ننس حتى لو غلط أنا مستعد أسافر بعد ما أشوفه يقول لي بالغلط أنت أنا أشكرك رتبها ولو بالغلط ما تغير فكرك قال لي لا مش هنغير فكرنا وبدو إياك قابلت له ننس فكرة قبل ما نحكي بأي شي قال لي أنت عارف ليش أنا طلبتك قلت له الله والله أنا مستغرب أنا خايف يكون غلط قال لي لا مش الله أنا كنت في مصر وقابلت أنورستادات وبحثنا في مشاكل البيروقراطية في مصر أنه البيروقراطية تعرقل والآخره ووجدنا حل والحل هو أن نقيم باخرة على النيل ونعتبرها منطقة حرة ما إلا أنها علاقة بالإجراءات البيروقراطية المصرية قلت له ها ممتازة قال لي وأنا أنورستادات قال لي إنه إذا بدك هذا المشروع ينجح كلف طلال أبوازها قلت له أنورستاد ما بيعرفك ولا بعرفوه اكتجفت فيما بعد إنه يوم القيام الكويت كانت تريد أن تنشئ مشروع بمصر مشروع كبير استثمار كبير وأحبتهم يحطوا مدقق الحسابات حطوا طلال أبوازالي البصريين قال لهم ما عندوا مكتب قالوا لهم إحنا بنقنع أنه يفتح مكتب فلما فتحت المكتب كان رئيس نقابة المحاسبين في مصر كان سابقاً رئيس الوزراء اسمه عبد العزيز حجازي وشخص كبير ومحترم وأجله وأقدره لما سمع بالخبر أنه إحنا بنفتح مكتب راح عند أنور السادات قال له الموضوع هذا مش مزحة طلال أبوازالي هذا أخطبوت هذا قوة هائلة إحنا لا نستطيع أن ننافزه إذا دخل مصر سيقضي على أرزاق المحاسبين المصريين أنور السادات وأنا اللي حكى للقصة وزير شؤون رئاسة الجمهورية بعد اللقاء قال له أيهما أولا أنت شيل طائية المحاسبين وإرجع رئيس وزراء إلبس طائية رئيس أيهما أهم لمصر مصالح المحاسبين المصريين أم الاقتصاد المصري قال له طبعا الاقتصاد المصري قال له هو كده إذا الاقتصاد المصري محتاج طلال أبوازالي إحنا هنضطر أن نجيبه